قالت وزارة الدفاع الروسية لوسير العلام أمس سبت أن المفاتشين الروس في سوريا حصروا في حلب شمال غربي سوريا على أدلة تشير إلى أن المسالحين المعارضين السوريين استخدموا في سبتمبر الماضي أسلحة كيميائية وهي عبارة عن قذائف تحوي غازي الخردل وقالت وزارة الدفاع الروسية أن معسكرا في شمال حلب تعرض للقصف بقذائف الهاون في سبتمبر الماضي مما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصا حيث أثرت بعض الإصابات إلى تعرض الجرح لهجوم بغازي الخردل ثم أجرى الخبراء الروس تحقيقا في مكان القصف وأكد المفاتشون الروس أن الكشفة على قذيفة هاون لم تبتجر في المكان أكد أنها قذيفة تحوي غازي الخردل ورجحت أن تكون قد صرعت يدويا وسلم الجانب الروسي لخبراء الحكومة السورية المسؤولين عن التحقيق في الأسلحة الكيميائية أمس ثبت جميع العدل والوثائق الواردة علىه كما يجري الجانب الروسي حاليا تحقيقا في طريقة وسول المسالحين المعارضين إلى هذه الحوامل التي يمكن أن تفطي إلى صنع أسلحة كيميائية